كانت كاميل في الأفضل كبير مع أخوه كان كبير عليه بربع سنين ثم كانت بالضرورة يعملوا بشكل جيد كانت أخوه كان لديه شخص نيجاتي كانت ذلك النوع من البنادم الذي يشعر براثه جيد عندما يحطم الأخرى وأنه هو أول إنسان الذي يرى كل نهار منك فعله كانت كاميل كانت أول فكتيم كانت أخوه لا يشعر براثه جيد يسعر براثه جيد يتعلم معه خيب ويطيح منه هذا الشيء أثر على الناس كاميل لأنه يوجد الحواج الذين نعيشون صغرين الذين يبنون الناس الذين نعيشون ونكبرون كانت كاميل يظهر خوف ويقلب على الناس ويظهر لا يوجد الناس والأهم شيء عند كاميل هو أنه يجب الناس الذين يدعون على الناس لا يدعون على الناس كانت كاميل يريد أن يكون لديه من أجل صاحب الذين يحتمون به والذين يحترمونه والذين يتعلمونه والذين يتعلمونه ولكن كاميل بسبب يتخذ الناس وسبب الخاصة التي لديه والذين لا يوجد أن ترونه يمكن أن يكون لديه وكاميل بسبب كاميل يتعلم على الناس كاميل يخاف أنه يكبر أعلم عن المشاعر وعلى الإضافة وكاميل يتعلم عن المشاعر وكاميل يأخذ الناس لتجنبها وش عمرك سبولت راسك علش انايا في اي بلاسة كالقافيها راسي كنحس براسي بحالي لا انايا ما خصنيش نكونت مماي حلّا I don't belong there بحلّا ان هذيك ماشي بلاسة انا عارف راسي حسيش بهذا الاحساس هذا ولكن معلوقش كششفش بان هذا الاحساس هذا ما عندوش بضرورة علاقة مع الناس اللي ضائرين بيها ولا ما عندوش بضرورة علاقة مع الموحيط ديالي ولا مع البلاسة اللي فيها انايا هذا الاحساس عندو علاقة بي انا حسب رأسه بحل لانه يقدر يكون هو لسان تخطي اللي هو قمت بتخليج على المشاكيل الداخلية اللي كنت تستعملهم كعوائق باش ما نديرش connection مع بنادم باش ما نعرفش بنادم شتير غا تقول لي كيفاش درت يا احمد حيث انا بغيت نقولي بحلاكة اول ايطاب هو انك خاصك تعرف بانك انت عند قيمة كراجل غير حيث تولتي رع عند قيمة غير حيث انتاياكين غير حيث انتاياك قدر تدوي و قدر تعبر على رأس رع عند قيمة غير حيث انتاياك لديك قيمة المشكلة هو انك انتاياك لا تتعطي لراسك ذلك الاحترام الذي تتعطي لراسك انتاياك تقول في رأسك ان الازافية ليس لديه اهمية ولكن رأى كان واحد الحاجة تضحك بثاف في العالم الذي نعيشه في حنايا وفراسنا كدازيت خيومة حتى انا يدس من هذا الفاظ انتاياه واحد الوقت كيف نقول رأى هذا اللي كنقول فيه انه ليس لديه شي قيمة وفهم شي لا يسمع لي انا يا ابن هذا ما كان يسمع لي انا أحد واحد وشكس فاتب كي كان قدراني مفاجئة ان انا أسمع لي شي واحد ولكن مقدس في المده يسمع لي ابن هذا لا يمكن انه ليس لديه ولا يسمع لي ابن هذا بالعكس اقول رأسي قيمة يا راسك علي كي يسمع لي ابن هذا يعني هذا اخونا يجب انتاياه لي لبن كان هذا مجبدا نجب انه يسمع لأيدي قيمة اوه ولكن لانا يستطيع ان تطفع للشغال انك يمكن ان تتزمن من هذه الكثير اول حاجه تخذك بعدها تعمل على أي شيء تكون مجهور في شيء ضروري تجعل الراس كأنك تعمل على شكل شخص وتتطوير اكثر في هذه الشكل حتى كأنك أن تقول له تكون شخص في الحاجة وتتطوير فيها تقول لها اتطويرا لا Manipung أعطي عظي قيمة يقول أنا ببعدها على الاقل لا تكون عندك شيئا أخر كأنم سأجعل هذا وهذه الشيئ تستطيع ان تكون أي من تستطيع ان تكون تستطيع ان تكون ناضي في المنزل تستطيع أن ينظيف تستطيع ان تكون و هذه الأشياء سوف أعطيك أكثر مؤسسة لكي تستطيع أن تقول أنا بعدها كإنسان سأعطي قيمة في المشاهدة التي ضاير بها و إذا كنت أعطي قيمة سأعطي قيمة سأعطي قيمة أنني أعطي قيمة أنه لماذا تعطي رأسك على رأسك هي لماذا يأخذ الناس أخرين أو على الأقل هي لماذا يأخذ الناس أخرين لذلك الثاني هو أن تكون تزعم أنا هذه هي أكبر حاجة بالثلاثة ليلة بالخصوص أعطي قيمة أنني أعطي قيمة المشاهدة لذلك المشاهدة التي لم يكن لديك مشكلة أنه يقب على رأسك هي لماذا أتزعم؟ و تضعك في مكان مستقبلة كثيرة و لكن هذه مكان مستقبلة مستقبلة لأنها تجعلك تتطيع للفوق تجعلك تزيد القتام الأثم هي أن تبدأ نظرة على الخوف في أي مكان تحطي فيها و تحسيت فيها بالخوف هذه هي تحديدة شخصة التي تحديك بيبان لأنك توقف في مكان و تحسي بالخوف تعلم أن هذا هي عقلك و تقول لك أن نحن بفعل بعض الشيئ وهذه العيبة تخافين منها وهذا يجب أن يمكننا أن نضع بعض الشيئ لين يكون هناك فتحة في التواضع سارات الأمام لأنك تكون في بعض شئ ثانية و تشعر بخوف و تقول لها أخي و تعلم أنه يكون لديك في الماء ولا يطور في الماء تسمع أخي تصريحي تدوى القتام و لا تسهل لكي تحصل إلى هذا الصيف ولكن قليلاً 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 هل العيبات التي يخلعوكم من هم صغار و هم اللي تبدأو بيوم هل حواج اللي إلا سقلتوا يوم ولا جبتوا يوم غاديش يبتلو لكم بسهل في حياتك ولكن غادي تحس بذلك الإحساس جيل الخوف و من بعد غادي تغلب عليه و غادي تدير هذيك الحاجة و غادي تحس بذيك كلاسات يتفاقشون من بعد وهذه العيبات هذة هم اللي غادي خليكم تغلبوا على لازان سيكوري تجيلكم على الحواج اللي فيكم آآ اشتركوا في القناة